السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس إن شاء الله هو درس مهم جدا لماذا؟ لأنه به معلومات جد قيمة ونحتاجها في كل نص نتعامل معه وفي كل جملة نقرأها ونستعملها إذن أولا ينبغي أن نعرف أن بعض الحروف التي يعني غالبا ما نجده الكلمات الفرنسية تنتهي بثلاثة حروف غالبا يعني واحد نسبة كبيرة من الجمل أو من الكلمات التي تنتهي بأستي كما هو مبين هنا لا تقرأ يعني حروط سامة رغماء وجودها يعني لا نقرأها في الأخير عكس بعض الكلمات في الإنجليزية يعني أستي ces lettres نسون 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 با يعني اسم سواء اسم عالم أو اسم عام فلا تنتق هذه الحروف إذن أستي كما هو هنا كما هو مبين هنا مشطب عليها يعني لا نقرأها لا نقرأها سنتعامل مع الحروف النعية كما قلت في الأول هالدرس جد مهم لماذا؟ لأنه جامع نافع موجز يعني لا يعطينا واحد تقنيات أن نستعملها تقريبا مع جل حروف الفرنسية وبالتالي يعني تعلم هذا الدرس سيسهل عليك تعلم القراءة بسهولة إذن كما قلت في الفيديو السابق عليك تعلم الحروف أصوات وتحتاج إلى حركات لتشكيلها كما قلت في أل لا نقول دائما أل أحيانا نقرأها لا نقرأها لي أحيانا نقرأها لو أحيانا نقرأها له أحيانا نقرأها ل يعني أحيانا نقرأها لي على حسب الحركة الشكل التي تتبعها بالفرنسية سلون ليبويل يعني حسب ليبويل الحروف التي تشكلها كذلك مرة نقرأ ما ميمو ميا ميو على حسب الحركة الشكل او على حسب ليبويل كذلك هي اغ يعني احيانا نقرأ هارا مثلا راشيد روميو مثلا نقرأ هاريم على حسب الحركة التي تتبعها اذا ال هذه الحروف الشكل القاسر بالفرنسية سلون ليبويل او ا ا فتحة ا ا ا ا مرة ضمة مرة كسرة واذا كانت في الاخر ستكون سكون كما هو موين هنا وعندنا اي وهي كسرة اذا ال ل المتبع ب او هنقرأها لو لي لي متبع ب او هنقرأها لا ل هنقرأها ب او هنقرأها بالكسرة كذلك ام مو مي 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 كذلك غو غي غي غ غ غي يعني كما ترى هنا ثلاثة الحروف يمكن تستخدموها كامل هنا للم ر ب ممكن ان نضيفه اغ ب اس ت ك على حساب الحروف اذا لدينا مو صابق يعني كما تريدنا نعرفهم اله و اله سبقا وشعرنا انها الهو الهي اليا هناك هذه ناس عملون عندنا نتحدث على شيء يعني في الوصف غالبا اليا واحد اون واحدة دي لا كما هو مبين هنا عندنا لا ما غي لي غي لو غي ل مو غو لي مي غي لي م غا لي مي كما ترون هذه الحروف الفرنسية ستكون نشاهدها بحركة الشكل يعني هنا نشاهدها غير واحدة يعني هذا الدرس يعني هديية الدرس الأولى التي نتعلمها والتي يجب أن نتعلمها في الفرنسية إذن الحروف لكون ستكون لغاية هادو ستكون دي السلاب مقاطع الكلمة مقاطع الكلمة ونشوف دابا لي الفخاز يعني قراءة الجمل ما لو غي كما ترون هدنا ما راه قرينا هيا ما هدنا دابا لو لو ها هي بوحلة غي ما لو غي ها غي هاي يعني ما لو غي ما لو غي ما لو غي ما لو غي هذا اسم عالم آ لي يعني قراءة آ لي غي إِل لغا إِل لغا إِل لغا إِل لغا قرأت أو تقرأ إِلَ غي إِلَ غي إِلَ غي ضحكة إِلَ غي إِلَ غي نقرأ إِلَ غي ولكن تنجمعها تطينا إِلَ غي يعني ضحكة إذا هكذا يعني هالدرس الجميل يعني هو يعني موجز وجامع ومفيد يعني اللي تعلمنا هالتقنيات نستعملوها مع باقي الحروف وبالتالي نشكل بالضمة وبالكسرة وبالفتحة وتنتعملوهم وتنتعلم نقلصم الكلمة يعني كما قلنا لاما لاما ما ما مو يعني استطينا هادو ما مقاطع الكلمات تتجمعوا تعطينا كلمة ما لو غي كما قصلكم هيا ما هيا لو هيا غي ما لو غي أ لي قراءة إيل لي غا لي هيا لي غا بوحدها غا إيل أ غي إلا غي وهذا يعني هذي الطريقة التي تنتعلمو بها إذا بهذا نكون وانهينا درسنا دوم دوم رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته